انتو بتختاروا ازاي المصانع اللي يتم دعمها او حد يجيلكم مثلا يقولكو انا محتاج دعم من المبادرة التواصل بيكون ازاي عشان لو فيه حد صاحب منتج مصري وما يعرفش عن المبادرة انا عارف ان احنا اتكلمنا عن المبادرة كتير لكن خلينا نقول ان دلوقتي ده يعني الناس مركزة جدا في موضوع المنتجات المصرية فحتى اللي عنده افكار او مشاريع ازاي ابدأ ممكن يعني تدعمه اسرع طريق هو يدخل على الويب سايت بتاع المبادرة ابدأ .com.eg يسجل الطلب فريق من المبادرة حيتواصله معاه حيشوفه كل احتياجاته وطلباته وبنقدر يعني بتعاون مع كل الجهات المعانية من رئاسة مجلس الوزراء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة المبادرات اللي بتقدم التمويلات ميسرة الجهات بتاعت الترخيص والتصريح وزارة التجارة والصناعة هيئة الاستثمار كل الجهات بتساعدوه في كلها وكل الجهات بتبقى متعاونة معنا واحنا بنبقى عايزين نساعد المصنعين انهم ينتجوا منتج بجودة كويسة وبسعر مناسب بنبقى حتى برضو علشان يقف قصاد المستورد علشان يقف قصاد المستورد مش يعني نضمن يعني استدامة المنتجات المصرية نضمن ان العملة المصرية تلاقي فرص عمل ويبقى عندها مصرد الاستدامة هتيجي منين الاستدامة هتيجي بان انا دلوقتي عاملة مقاطعة لكذا شركة فبدور على البديل المصري وبشتريه النازع عندي دلوقتي هو المقاطعة ونازع اخر انه ادعم اقتصاد بلدي الاستدامة هتيجي لما لقي جودة لمنتج خلاص انا جربته عجبني هغيره ليه اصلا هي المقاطعة حتى بعد انتهاء الاسباب مش هغيره المقاطعة فتحت الباب يعني قدام بعض الشركات اللي ما كانتش قادرة تسوق لمنتجاتها انها ظهرت قدام الجمهور وظهرت على السوشيال ميديا فبقى فيه تنهي المنتجات دي موجودة اصلا احنا بقى في ابدأ نقدر نساعد موجودة وبعضها جودته عالية وكنا بنستخدمه من غير مقاطعة واحنا مش مركزين انه مصري من حلاوة الجودة او اللي مركز وخصوصا مثلا يعني فيه حاجات كتير لا بنفتخر بالنهاية صنعة في مصر